وش في سويسرا ولا في الجزائر ما نسافر فيهم نسافر فيهم بالضغط هذا اللي اطلقى بمزار يا الجزائريين والله رح تحكموا كامل ريصانكم على بالي رح تتشوكاو ورح تفهموا باللي صح لمرارك هادو ما هم شعيبات وتفهموا باللي يسرى وش يسرى عندهم والله ما يهمهم قد وشراهوا صاري في الجزائر الزلزال دار فيهم حالة ربي يرحم كامل اللي ماتو لكن بعض اللي براتيش يخرجوا ويديروا فيديوهات يتهجموا فيها على الجزائر بوحد التفاهة صدقوني والله يا وش نقولكم السيدة يقولهم مدام زلزالة وضرب معنتها زعماء المغرب راه يبعدت على الجزائر ورانا خليناها لكم شفتوا يعني المستوى تحهم كيفش منحط واكثر من هذا يا الجزائريين رح نعاتلكم فيديو لأحد الضكات يراتحهم سبحان الله سبحان الله كان لايف يسيب في الجزائر ويتكلم في الجزائر واذا به يندلع الزلزال ديمار الزلزال هو في وسط اللايف كان يسيب في الجزائر يا المراركة يا وعسوا بلادكم برك عسوا بلادكم 800 بنادمات تخليوا الجزائري ضدك لي دافع عن حقوق الشعب تاعكم ولا كيفاش المهم كامل يا الجزائريين اهطوا لتحت خليوا اللايك تاعكم خليوا اللايك تاعكم بش يعرفوا كامل الناس كامل الوطن العربي باللي احنا ولمراركة ماشي كيف كيف احنا ما نستشفاهوش فيكم والله ما كاين جزائري يستشفى فيكم وخليوا لي رأيكم في التعليقات اراني غالط او لا لا يا الجزائريين نبدأوا بهذا الفيديو شوفوا العشران هذه صورة من القامر اصطناعين كيف شوله المغرب مهم الدراري هذه اخر الاخبار خطير جدا مهم السيد عنده الوقت يعني بلاده راهي تنهار لكن هو عنده الوقت بش يخرج وزع ما يستفز الجزائريين اه انا مازال ما فهمتش بواشي خمم والله يقولولي برك بواشي خمم اذا لقيتوا بواشي خمم قلوا لي في التعليقات على كل حال راك غالط في الخريطة لان الخريطة هذيك راكزت الصحراء الغربية ما تنتمش ليكم الصحراء الغربية ضركي الجزائريين راح نديكم عند هذا الدكتورة الخرطي اللي كان يتكلم عن الجزائر وصر الزلزال شوف ماشي مجلس حقوق الانسان ولا شي من دوبية معينة ولا شي مؤسسة استشارية لا وزارة الخارجية كتتكلم عني وزارة الخارجية كده فعلي اه جريدة كتتكلم كيقولك انه تقديرا عاليا من رئاسة الجزائرية بمعنى الرئاسة الجزائرية ناشرة عند الخبر تقدير ديال الاتصال ديال الوزير الخارجي السعودي بنظر واش تصل به شوية كنسمع الجريت باتريوتيك كتكون هدر اخرى على لسانه هو على لسانه هو تقول ليهم لم ألتقي بالسفير المملكة العربية السعودية وما تقولوش هتستفير فين واش في سويسر اولا في الجزائر اش نسافير فيهم انا سافير فيهم بالضبطة اشتريت لقى بالضبطة سوف ترى الجزائريين يعني يا المغريبي ستصل الى روحك انه النهاية تاعك تكون تمنشر فيها على الجزائر كيفاش تروح تحاسب ربي سبحانه ودرك كيفاش اخوان بحلا كنحس بشي هزة ارضية او لا بحل شي حاجة اخوان بحلا كنحس بشي هزة ارضية اخوان ربما الراحل يعني اللا هم يحفظ اللا هم يحفظ ل فان الله محفظ ربما هم يحفظ اللهم احفظ الجميع اللهم احفظ الجميع درك اللهم احفظ الجميع كي كنت تمنشر او كنت تهدر على الجزائر في امور ما تخصش بلادك ها؟ جدك نرمال لكن درك كذا رب الزلزال بدت تحسلها والله ما زال ما فهمت كيفاش يعني المرركة يتبعوا في هذا العباد يتبعوا في هذا العباد حياتهم كامل هما يضبحوا على الجزائر حتى قريب كانت النهاية تاعه وهو يتكلم على الجزائر راكم تتصوروا يعني يكون يتكلم هكذا بالسوء على الجزائر ويكذب ويخرط على الجزائر ومن بعدها طيح فوقه الدار ها يقولوا لي برك كيفاش راح يولي مش تكون نهاية نكراء مش الفيديو تاعك راح يولي منتشرة بشكل كبير في العالم شوفوا هذو الناس راهم يهدروا على الجزائر وهوش صرالوا ياخي حالة بعد ياخي حالة بعد احنا المهم الحاجة اللي ينقولها لكم من الاخر يا المراركة بش تستناو كيش جزائري يخرج ويرحك عليكم هذي غير انساوها على بالي راكم تستناووا في هذا الحاجة باش الضاكات يراتعكم هذو يخرجوا ويديروا فيديوهات ينسوا كامل الحالة اللي راهي عايشتها بلادكم ويخرجوا ويديروا فيديوهات ربيوهم عودونهم طربيه شوية هذي هالات الدعاء الله يحد لنستمروا في الحديث ديالنا الحديث ديالنا هو انه كدالنا وفعنا كنشف لبالان كل شيء يقول عاجل هذة أرضية في الدار البيضاء انساو كامل وشرح يهدر وكمل نورمال كمل بشكل عادي انا ما زال ما فهمتهمش هذو العباد والله هذة أرضية هذة أرضية في بيت مباشر والله محفظ البلدنا والله محفظ الجميع والله محفظ جميع المسلمين اخوان دعوات ديالكم المسألة وما فيها هو انه يا ولدي اغلق جدا لايف او ثممية بنادة مراحة عندكم ربي يرحمهم ربي يرحمهم وانت جيت حل في فمك وكتشرك في فمك على الجزائر ومازلت مكمل نورمال وجهك صحيح وانا كنت تكلم على واحد عن الواقع وهو واحد الواقع دي روح يا ولدي روح 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 توظى صلي ركعات لربي سبحانه وانه الدار مطاحتش عليك والله ملقيت كيفاش نهدر اقسموا بالله هما راهم في حالة ماناش حبين نزيدوا عليهم ولا لكن البنادم هذا كان لازم علي نرد عليه وندير عليه فيديو فايح ويا الجزائريين نصيحة من عندي يا بالاكم تستشفو فيهم بالاكم تستشفو في المراركة ما نشكفهم ما نشكفهم نعم على بالي على بالي استشفو فينا وعلى بالي ضحكوا علينا في الحرائق في الطائرة العسكرية المهم داروا كلش لكن احنا ما لازمش نكونوا كيفهم احنا يسمونا الجزائريون احنا قلوبنا بيضة والله قلوبنا بيضة يا الجزائريين ونزيدكم حاجة انه كامل هذا الناس اللي ماتوا ماتوا يعني مساكن الناس اللي تسكن في الارياف ماشي الناس اللي تسكن في المدن الاغلبية تحهم مساكن فقراء في حالة شوفوا الفيديو هذا والله الدمعة تطيحلك peroنا بكم يعني إياكم تشوفوا بعينيكم وش راهو صاري عندهم لكن هذو الناس ما فهمتش علاش راهو يهدروا في الجزائر وما فهمتش علاش راهو يديروا فيديوهات دركة على الجزائر انساوا شوية الجزائر التوا ببلادكم دركة راه يتعاني بلادكم وقفوا مع هذو الناس الإعلام تاعكم غايب كلش غايب ديروا حاملات معلبة ريش وش تديروا المهم بلادكم راه يتحتاجكم في الوقت هذا فهو ش راح نقوله ربي يجيب الخير وان شاء الله تسلكوا بخير الجزائري جامي يتمنى لك الشر هذي يديرها مليح في بالك خاصة ان اذا تعلق الامر قلتلكم بكارثة طبيعية كارثة جت من عند ربي سبحانه تصوروا انه الزلزال سبحان الله الزلزال هذه ظاهرة تحدث من ملايين السنين ورغم التطور ورغم التكنولوجيا ورغم كلش ما يقدروش يتنبعوا به حادثة ظاهرة من عند ربي سبحانه ما كانش كيفاش يعني نستشفى فيهم قادر غدوة صباح تسرى عدنا يا الجزائرين نراكم تشوفوا في ظرف خمس ثواني ثمنمائة بنادمات ربي يرحمهم سما بالاكم تستشفوا فيهم يا الجزائريين وهذه هي ونتلاقوه في فيديوهات قادمة والسلام عليكم تحية الجزائر دائما وابدا ما تنساوش قبل ما تخدجوا وخليوا اللايك تاعكم خلي اللايك تاعك هذه الحاجة تهمني بالبزاف بش الفيديو يوصل لكامل الناس والسلام عليكم